الحمد لله رب العالمين وعلى النساء وعلى كل مسلم بالغ صحيح خال من الأعذار الشرعية فإذا أصاب المرأة أي عذر شرعي فأباح الله عز وجل لها الفطر وإذا أصابتها الدورة الشهرية في نهار رمضان في أي جزء من النهار فإنه يحرم عليها أن تكمل صيام هذا اليوم فكما قال ابن قدامة رحمه الله تعالى إذا أصاب المرأة الحيط في جزء من النهار فإنه فسد صومها ووجب عليها إعادة هذا الصوم بعد شهر رمضان وتقضي هذه الأيام بعد شهر رمضان والله عز وجل يقول أن الله سبحانه وتعالى حرم علينا الأكل والشرب في نهار رمضان وحرم علينا الجماع فإذا أصاب المرأة أي شيء في نهار رمضان من الدم الحيد سواء بعد أذان الفجر أو قبل أذان المغرب بسوان فإنه قد فسد صوم هذا اليوم ووجب عليها إعادة هذا اليوم بعد شهر رمضان المبارك فإذا طهرت المرأة وانقطع دم الحيد قبل أذان الفجر ولو بلحظات وتيقنت المرأة أن الدم قد انقطع عنها قبل أذان الفجر ولكنها لم تغتسل إلا بعد الأذان وصامت فصيامها صحيح أما إذا نزل عليها الدم بعد أذان الفجر ولو بلحظات وصامت فصيامها فاسد والله أعلى وأعلم